اشتركوا في القناة نستمع إلى نص بعنوان أنتم ضيوفنا ونجيب عن الأسئلة الآتية طيب نسمع لنص أنتم ضيوفنا انطلقت عائلة صغيرة في رحلة سياحية صيرا على الأقدام كان مرأة الجبال الشاهقة والوديان والأشجار الكبيرة والزهور والورود من كل شكل ولون يأسر القلوب ويصحر العيون فلم يتنبه إلى مرور الوقت فدهمهم الليل أرادوا العودة من حيث أتوا ولكن ظلمة الليل وكثافة الأشجار جعلتهم يضلون الطريق غير أنهم لم يتوقفوا عن السير ومن بعيد رأوا أضواء خافتة فمشوا نحو الضوء إلى أن وصلوا أطراف قرية صغيرة فإذا ببيت فيه عجوز وزوجته سألوهما عن الطريق فقالا الطريق المؤدية إلى المدينة بعيدة من هنا وأنتم ضيوفنا فناموا ليلتكم وفي الصباح تكملون طريقكم قدم العجوز وزوجته للضيوف ما استطاع من الضيافة وجهز لهم مكان نومهم ولشدة تعبهم ناموا سريعا دون أن يتبينوا شيئا من تفاصيل البيت ومع إشراقة شمس الصباح استيقظ الضيوف ففوجئوا بالعجوز وزوجته ينامان تحت شجرة مجاورة لبيتهم فلم يكن في البيت الصغير غير غرفة واحدة ولم يدركوا ذلك البارحة بسبب الظلام تعجب الضيوف من صنيعهما فقال العجوز أنتم عبروا سبيل وأنتم ضيوفنا ومن حق الضيف علينا أن نكرمه وأن نوفر له كل أسباب راحته وهذه عادتنا وهي جزء أصيل من خلقنا وديننا الذي نعتز به ودعت العائلة العجوزين بحرارة وألسنتهم تلهج بالثناء والشكر وهم يرددون كرم لن ننساه طب إيش القصة يا حلوين القصة يا حلوين باختصار في عيلة صغيرة راحت سير على أقدام في رحلة سياحية فمن تبهوش تمرور الوقت دهمهم الليل عشان هيك من قلت الليل وعتما وفي الأشجار هما راحوا شافوا ضوء ووصلوا لمنزر صغير في عجوز ومرته ضيفوهم وجهزوا لهم مكان نوم عشان الدنيا كانت تعتمى وقتها ناموا في محل ماصحوا الصبح لقوا العجوز ومرته نامين تحت الشجرة فاستغربوا قال ليش عملتوا هيك؟ قالوا انتوا ضيوفنا وإلكوا حق علينا وهذا من عادية العرب إكرام الضيف واضح أحكشوا كرم لن ننساه القصة باختصار كيف ذهبت العائلة في رحلتها السياحية؟ مشيا على الأقدام لماذا لم ينتبه أفراد العائلة إلى مرور الوقت؟ عشان الأشجار كانت جميلة والجبال شاهقة عن البيئة الطبيعة كانت خلابة لماذا ظلت العائلة طريقها؟ ظلت العائلة طريقها بسبب الظلام ما الذي رأته العائلة من بعيد في طريق عودتها ضوءا؟ بما فوجئ الضيوف بعد شروق الشمس الصباح بأن الرجل العجوز وزوجته ينامون ماذا قال العجوز لضيوفه حين سألوه عن صنيعه معهم؟ هذا حق الضيف ما العبارة التي رددها الضيوف وهم يودعون العجوزين كرم لن ننساه نستنتج القيام التي نتعلمها من هذه القصة أن لازم الواحد يكرم ضيفه ويكون محترم مع الناس اللي بيدخلوا بيته لازم تعملهم بإحترام جدا مهم أحب قريتي بين يدي النص يحن الإنسان دوما إلى المكان الذي ولد فيه ونشأ وترارع سواء كان مدينة أم قرية أم بادية والنص الذي سنقرأه يتحدث عن الحنين إلى القرية وما فيها من أشياء تحبب الإنسان فيها وتجعله وإن فارقها لا ينساها أبدا هيا هون قريتهم بهذا الشكل يلا حاولوا اقرأوا معي أكثر يشب تستفيدوا قريتي ليست أجمل القرى ولكنها بالتأكيد أحبها إلي فيها تنفست أول أنفاسي وفيها نطقت أولى كلماتي وفيها خطوت أولى خطواتي إلى المدرسة وفيها أهلي وأقاربي وأترابي وأصدقائي إيش عن أترابي؟ يعني اللي هم جيلك اللي هم في مثل سنك أحب بساطة أهلها وكرمهم ونقاء صدورهم وحسن معاملتهم وتعاونهم في أفراحهم وأحزانهم وكأنما هم أسرة كبيرة واحدة أحب صيفها وشتاءها أحب حرها وبردها أحب فيها طلة القمر وحفيف الشجر وأنفاس الصباح وإشراقة الشمس ووهج الظهيرة وشمس الأصيد أحب نسيمها العليل يخلو من الملوثات التي تتركها عوادم المحركات يهب فينعش الأبدان والأرواح أحب هدوءها فلا صخب سيارات ولا هدير قطارات ولا ازدحام أسواق ولا ضديج آلات أحب فيها رائحة الأرض المجبولة بدماء الشهداء وأجساد الآباء وعرق الفلاحين أحب ينابيعها المتدفقة الصافية وهي تغسل عرق العامل وتطفئ عطش الضمآن وتروي ضماء الأرض فتخرج أطيباء الثمار أحب مرأة أغنامها وأبقارها وهي سائمة في مروجها وجبالها وشعابها وأحب حيواناتها البرية وهي تتراكض جذلا برشاقة وحبور كلما ضجرت وانقبض صدري رجعت إليها أنام في حضنها الدافئ وتذكر أيام طفولتي الجميلة فيها وتساءل في سري وجهري متى أستقر في قرية من جديد بعدما ألهتني حياة المدينة وشغلتني الدنيا فأصبحت كالضمآن الذي يشرب من ماء البحر وكلما شرب ازداد عطشا إيش القصة هون يا حلوين باختصار واحد بيتغزل وبقريته بهذا الشكل قال أنا أول أنفاسي جيت في القرية فيها أهلي وفيها الناس اللي جيدي وفيها أصدقائي الأهلها البساطة ودائما هيك صدورهم نقية بحب الصيف والشتاء وبحب نسيمها العلية يعني هواها وبحب الهدوء فيش فيها صخب صيارات فيش فيها صوات صيارات بحب ريها ريحة الأرض والينابية وبحب الغنام والأبقار وهي إيش بترعى في إيه في المروج والجبال ودائما كلما انقبض صدري يعني كلما بحس بالضيق برجع إليها بنام في حضنها الدافئ وبذكر طفولتي ويعني أنه مش قادر يشبع منها زي ما بيحكوا ليس قادرا طيب الفهم والتحليل واللغة نعود إلى النص ونجيب عن الأسئلة الآتية نسيم القرية نسيم القرية عليل أحب أرضها المجبولة بدماء الشهداء أحب مرأة أغنامها وأبقارها وهي سائمة شان سائمة بترعى يعني نذكر مظاهر الهدوء في القرية لا صخب للسيارات لا ضجيج قطارات لا ازدحام أسواق ولا ضجيج آلات نوضح أهميات الينابيع في القرية تغسل عرق العامل تطفي عطشة الضمآن تروية ضماء الأرض وتخرج أطيباء الثمار متى يعود الكاتب إلى قريته عندما يشعر بالضيق والضجر نستنتج الفكرة الرئيسة في الدرس عشق الكاتب لقريته ثانيا نفكر ونجيب عن الأسئلة الآتية في وطننا فلسطين حيوانات برية نقترح وسائل لحمايتها إن ما بتعرض إلها بالأذى والإساءة وبهتم فيها من حيث الطعام والشراب وبنشأ محميات طبيعية حياة المدينة تختلف عن حياة القرية نوازم بينهما حياة القرية بداية والمدينة حضرية حياة القرية هادئة وهواءها نقي حياة المدينة مليئة بالإزعال كيف نحافظ على جمال قريتنا بهتم بالأسجار والأزهار وما بقطفها وبحافظ على نظابتها وجمالها والاهتمام بحيوانات البرية وبرع رعايتها ثالثا نستخرج من النص ضد كل من أفراحهم وهدوء وحر وجهري يعني عكس أفراحهم أحزانهم هدوء صخب حر برد جهري سري ورد في النص الجموع الآتية أبدان وأجساد وأرواح وأسواق وأفراح وأحزان أعطي مفرد كل منها أبدان بدن أجسام جسم أرواح روح أسواق سوق أفراح فرح أحزان حزن تكررت كلمة أحب في النص سبع مرات على ما يدل ذلك بدل على محبة الكاتب الكبيرة للقرية التي تربى بها وردت في الفقر الخامسة كلمات دل على صوت نستخرجها سخب السيارات هدير السيارات ازدحام السيارات وضجيج الآلات هاي كلها تبدل على ايه على صوت بهاي الطريقة كيف يعني فكرة القرية وهي يعني سهل ليس صعب مش بدك تحفظ يعني بدك تعرف الطول بس من الفقرة هذا هو المهم المحفوظات لست أنسى قريتي لفوز العنتيل هاد خلينا نشوف المحفوظات مع بعض أنا لست أنسى قريتي وهوى الربيع يزورها فتموج في حقولها ونخيلها وطيورها وعلى صياح دجاجها الوثاب تصحو دورها تستقبل الفجر الجميل وقد أطل ينيرها وترى الينابيع الشهية حين رقى هديرها وهناك أجنحة النسائم والحنان يثيرها تطفو على الينبوع كيما تستحم عطورها يلا شو معنى المحفوظة هاي لفوز العنتيل قال لك أنا ما بنسى قريتي ولا هواء الربيع يوم بيزورها شو بتحرك كالموج في الحقول ونخيلها وطيورها يوم بتشوفوا هيك العشب بيروح يمين وشمال وعلى صياح دجاجها الوثاب تصحو دورها شو يعني وثاب يعني بيظل ينط يثبو يعني الوثب القفز بيظل الجاج ينط واضح بيظل يصيح وينط بتصحو الدور تستقبل الفجر الجميل وقد أطل ينيرها يعني من استقبل الفجر وهو جاي بنورها ومنشوف الينابيع الشهية شان الشهية اللذيذة حين رقى هديرها يعني يوم بيخف هديرها لو صوت الماء وهناك أجنحة النسائم والحنان يثيرها يعني فيه أجنحة نسائم والحنان يعني كيف أجنحة نسائم نسيم هذا النسيم اللي بيجي هيك حلو بالهوى النسيم والحنان بثيرها تطفو على الينبوع كي ما تستحم عطورها يعني هاي النسائم تيجي على الينبوع وبتأخذ ايه زي كأنه عطر هيك المعنى فوز العنتية اللي انولد في التسعة وعشرين توفى في الوعد الثمانين شعر مصر معاصر من أهم دووين عبير الأرض رحلة في أعماق الكلمات والنص الذي بين أيدينا فيه ذكر لمواهر الجمال في القرية التي جعلت الشعر يتعلق بها ولا ينساها نجيب عن الأسئلة الآتية قرية الشعر جميلة في فصل الربيع نوضح مظاهر الجمال فيها الهواء اللطيف يهب على القرية فتتحرك له الأشجار والطيور رسم الشعر لقريته صورة متكاملة تظهر فيها عناصر الحركة والصوت والرائحة نبحث في انداص عن الألفاظ الدالة على كل عنصر مما سبق الحركة يزورها وتموج الوثاب وتصحو وتستقل نستقبل وأطل ورق وتطفو الصوت صياح وهد يرها الرائحة عطورها الشعر متعلق بقريته نعين العبارة التي تدل على ذلك أنا لست أنسى قريتي نذكر سببا آخر يجعل الشعر يحب قريته غير ما ورد في النص تاريخ أجداده المحفور في كل شبر بالقرية إيه بس أدول ولا أسهل منهم يلا نشوف القواعد اللغوية أخذنا المرة الفاتحة للضمائر المنفصلة واليوم نأخذ الضمائر المتصلة متصلة يا حلوين بمعنى إيش بيدل على إسم بس بيكون ملزق كيف يعني بتقول قريتي قريتي مين قريتي أنا هاي أولوحدة أحبها بحبها هي تنفست هي تنفست هي أولى أنفاس تنفست آسف تنفست أنا أنفاسي أنفاسي أنا فيها فيها هي نطقت نطقت أنا كلماتي كلماتي أنا فيها فيها هي خطوت شايفين هذول الكلمات التا والها وديا هذول من سميهم ضمائر متصلة بتعود على أسماء وشو اللي بيفرق عنها عن المنفصلة إنها هي بتكون ملزقة يعني كيف بتكون ملزقة هي صدورهم شايفين ملزقة فيها صدورهم هم إذن الكلمات الملونة هي هذول كتبت متصلة بما قبلها وتعني أنا وهاي من سميها ضمائر متصلة للمتكلم اللي هي الياء والتاء بهاي الطريقة بينما الكلمات الملونة في الفقرة نفسة أحبها وفيها وأهلها فتعني هي القرية ومن سميها هاي متصلة للغائب أحبها هي فيها هي أهلها طيب كرمهم وصدورهم فتعنيهم وهاي ضمائر متصلة للغائبين تنفستي تنفستي أنت هذول المخاطب هاي أنت بتعود على المخاطب والكلمات الملونة علمتم كنتم شعوبكم وبتعني أنتم بتعود على المخاطب إذن الضمائر المتصلة جميع أسماء تكتب متصلة بما قبلها وتعود على المتكلم أو مخاطب أو غائب طيب نشوف ما بعض التدريبات يا حلوين نقرأ الفقرة الآتية وحط خط تحت الضمائر المتصل يلا فلسطين أرض الآباء والأجداد حبونا هاي أول وحدة حبونا على ترابها تنفسنا هواءها نفتديها أنفسنا أولادنا أموالنا ونحدث عنها الأجيال كلها باسمكم أعلنوا وأعلنوا أنا أمام العالم أننا هاي أننا ترابها هون أيضا دونكم دونكم أنتم نحررها فأنتم هاي أنتم نبراسوا الحرية منكم خرج الآباء والأمهات والمعلمون والمعلمات طيب الشهداء والشهيدات كنتم خير من ضحى وكنتن هيتن هون خيرا من جادة وأعطى حلهم هذو هين طلع هاي حيوانا وهي شو الضمير ها عندي هي حيوانا أو حبونا آسف زي نحن هاي باسمكم باسمكم أنتم هيك المعنى وهذا هو جواب الأولى يعني بس علمهم اعمل جدول زي هيك على الدفتر نحاول الأسماء التي تحتها خطوط إلى ضمائر متصلة أقلام التلاميذ شو بتقول أقلامهم شو بنحكي أقلامهم هدية الأم هديتها كتاب الطالب كتابه أفكار المعلمات أفكارهن ثالثا نصنف الأسماء العلام وحيوان وجماد ونبات وضمائر اسم معنوي هيا هون أسماء الحيوانات أسماء العلام اللي هم أنس ومهند وفادي الحيوانات خفاش وأفع وقرد الجمادات كتاب وطاولة وقلم النباتات رمان وبندور وموز الضمائر أنا وأنت وهم والأسماء المعنوية احترام وشجاع وصمود اسم معنوي بدول على المشاعر نضع الضمير المتصل المناسب في الفراغات الحاسوب فيه معلومات قيمة الشهداء أحياء عند ربهم أمي وأبي أحبهم كثيرا قالت المعلمة لسلمة رأيك صائب هذا بدك تعبي يدير بالك وقرية ومدينة نضع الشكل المناسب للتاء لنكمل الكلمات اعتادت بعوضة أن تدخل كل مساء بيت سامي فتقع على خده ثم تلسعه لسعة شديدة وتهرب مسرعة فكر سامي في طريقة للتخلص من البعوضة المزعجة فراء أن يغلق النافذة وأن يرش البيت بمبيد حشري واضح؟ طبعا هذا يا حلمين بتحدد شكل التاء من الوقوف وإذا شو بت بتلفظها إيه؟ حطها إيه مربوطة وإذا إيه؟ ما بتلفظها إيه؟ حطها مفتوحة الكلمات التي تحتها خطوط كتبت بشكل غير صحيح نصوبها هاي سقطت طلع كيف؟ سقطت مفتوحة زهرة هاي زهرة الثابلة هاي مش قولش الثابلة الثابلة فرفعت هاي رفعت حياة أو حبات حمدت النعمة أو النعيمة النعمة النعمة هاي النعمة لا هاي خاطئة هاي بس تعملها إيه؟ النعمة هاي بس حطها إيه؟ مربوطة بهاي الطريقة نكتب ما يأتي بخط النسخ ونرع كتابة الإل أحب نسيم قرية العليل يخلو من الملوثات النسخ خاض بنا ننسخ دير بالك التعبير الكلمات اللي في المستطيل سقطت خطأ من النص الآتي نكتشف مكانها ونعيدها إليه في صباح يوم ربيعي جميل استيقظت الأولى بس حط هنا استيقظت هند مبكرة سمعت صوت العصافير إذا محلول هاي أيوة هاي هون جاسات تطلق أعذب الألحان قبل أن ينقشع تماما ويعم النور وتنطلق باحثة عن رزقها أشرقت الشمس على قمم الجبال ثم أخذ نورها يمتد رويدا رويدا من القمم إلى السفوح والوديان بدأ كل شيء باسما وبدأت الحياة تدب في الأرجاء جميعها بهذا الشكل أولمعت قطرات وتفتحت الأزهار وانطلقت رحيقها وأهدته للنحل ليصنع منه عسلا لذيذا قالت هند في نفسها كم يفوت النائمون أوقات جميلة عند الشروق كم يفوت النائمون أوقات جميلة عند الشروق أيو هادوا يا حلوين جاهزة الدرس ديروا بالكم كثير مهم هينوص الكتاب ودرسوا منيح وجاهزوا حالكم لامتحام منتصف الفصل وراجوا أول بأول وأهم شيء تعرف تقرأ وتكتب منيح نشوفكم إن شاء الله في درس قادم إلى اللقاء